إله العهد القديم في السوق هو العنوان ده يعني للأمانة كده لأن قلت الناس لما تقرأ أن أنا اللي كاتب الكتاب ده وأكتب إله العهد القديم إله الدماء فالقار شاهد شاهد من أمه أيوة ما يخمنش أنا بدافع ولا بعمليه بالزبط وفعلا نجحت الفكرة نجحت الفكرة طب هارا بيقولني طبعا أنه إحنا كمسيحيين نؤمن بالرب بالإله إله العهد القديم إله العهد الجديد هو إله واحد ولما سئل الرب يسوع حول هذا الموضوع قال اسمع يا إسرائيل نفس الآية رب إلهنا رب واحد فعاوز أسأل طبعا في ناس لما تقرأ في ناس بتتعثر تقولك فيه اختلاف هل إله العهد القديم فعلا يختلف عن إله العهد الجديد بأمان سدقني يا أسيس نظار أنا بعشق هذا الموضوع ولو اتكلمت فيه حلقات كتيرة جدا لا يمكن أوفي حقه وبقيت بحب الموضوع لأن عندي كلام كتير فيه وأسئلت الناس كتير فيه أقول الصدق في المسيح أن لا يوجد اختلاف هو إله واحد حضرتك عارف أن دي بدعة من بداية القرون الأولى ومارسيون كان بيقول إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد وأن ده إله قتل وحروب وده إله محبة ورحمة وسلام أبدا هو إله واحد الرسول يعقوب يقول في يعقوب 1-17 الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ما عندوش تغيير الرب إله هنا رب واحد ما فيش غيره اشتركوا في القناة